تعرف حبائي هذا السلام اللي بيطرد الخوف سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع بيحفظ القلب والفكر حماية حط السلام هذا هو حماية مش بس في القلب بالفكر بيحمي لك ذهنك هذا السلام يملك في القلب ويثبت الوحدة طلع ما في وحدة بدون سلام وآسف أقولها بيسألوني عن الوحدة إحنا واحد لثلاث أسباب أولا لأن المسيح هو رأسنا وإحنا الجسد غصبا عنك وعنك إحنا واحد بترفضني بتقبلني أنا بتكلم عن المؤمنين عكنيسة الرب لأن المسيح هو الرأس اتنين لأنكم اعتمدتم لجسد واحد وسقيتم بالروح الواحد أنا وإنت سواء كنت في الصين في أي بلد نفس الروح القدس اللي بيسكن فيك هو نفس الروح القدس اللي بيسكن فيه شيء ثالث عنا رب واحد رب الكل هو يسوع المسيح ما عنا أرباب عنا رب واحد هو ربك هو ربي هو رب الأرباب هو رب الكل يسوع المسيح فأنا بعكس ربوبية المسيح في حياتي حتى يشوفوا أننا نحن واحد لكن هذه اجتماعات الوحدة واجتماعات صلاة الوحدة وهذه تضويع وقت تضويع وقت خدها مني من الآخر رح في ناس تزعل مني ولكن حب احنا واحد خلاص خد هذه الحقيقة حتى لو اختلفنا احنا واحد في المسيح يسوع وكل طيف وكل كنيس وكل هاي بتعمل بحسب كيف الرب بقودها المهم أهم شرطي يكون شرط كتابي أنه تتويج المسيح كرب وملك فإذن هو اللي بيثبت الوحدة وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليهم دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين طبعا هذا السلام اللي بيعبر عن ملكوت الله تعرفوا السلام هو بركة وصلاة الصلاة بتعرف أحبائي في سفر العدد مكتوب يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام هاي بسموها البركة الهارونية رئيس الكهنة وهاي البركة هي اللي بتتداول ولا سيما خدام الرب أو رجال الله اللي بيمنحوا هذه البركة لأنه في سلطان لخدام الله في منح البركة وهاي البركة من ضمنها بتمنح السلام السلام هذا اللي بيكسر الكراهية والعداء وكل فشل وكل إحساس بالزنب أحبائي اشتركوا في القناة